بسم الله الرحمن الرحيم رجعت لكم في نقطة اخرى لا تشو بقول لكم الصراحة لكن بتكلم عن اهم موضوع انا اعتبره لان في ناس كثارين ما تعرف ايش هو بالضبط اللي هو البلوك وش بلوك نفسه عشان اجيب لكم الزبدة او كيف تفهمونه بابسط طريقة ممكنة لازم اقول لكم نظام الجامعة اصلا نظام الجامعة بالاصل فيها الترديشنال والبي بيل واللي بجنبه يعني اثلا تاخذ محاضرات واللابات عادي والتي بيل والبي بيل والسمينار وهذا هذو اللي كلهن يجسدن البلوك نفسه يعني البلوك اساسا في المحاضرات الطبية والبي بيل والتي بيل والسمينار كل هذا يدخل تبعه نفسه اساسا بلوك نفسه مدته مثلا مدته بلوك تختلف من بلوك الى اخر مثلا اول بلوك على وقت انه كانت ثلاثة سبيع في اخر بلوك مثلا موسكولوسكليتال سيستم هو الموسكولو بعض الناس تسميه كان على وقت انا برضه 11 اسبوع يعني انت التفاوت في شيء مسالفات عدد الساعات كل بلوك تقاس اهميته بوزن ساعاته مثلا عندكم الميديكال ادوكيشن او بلوك هذا كان ثلاث ساعات تقريبا على ما اذكر وفي بلوك مهم جدا مثلا مثلا زي الموسكولو سكليتال سيستم هذا 9 ساعات طبعا تفيد عدد الساعات مثلا ما انتم عارفين من السنة التحضيرية اللي هو حساب المعدل التراكمي والمعدل بشكل عام وسلفة الدرجات الدرجات بعد اختبار ان شاء الله تاخذ درجته من تقريبا من 100 يعني هي بلاصة لكن هو يستخدم وسلفة الدرجات يعني اللي هو الف باء الف بلاس اللي هو اي اي بلاس بي بي بلاس وهكذا عارفين انتم من السنة التحضيرية يعني انا اذكر اللي ما فهم يعني ايش هو بلوك بلوك هو ثيم او موضوع تتكلم عنه في نطاق المواد يعني مثلا تدرس عن شي محدد تاخذ منها الباثولوجي والفيسيولوجي وكل شي عن هذا الشي يعني مثلا تدرس عن الجهاز الهضمي تاخذ منها الباثولوجي والأناتومي والمايكروبيولوجي وكل هذولي بس في نطاق الجهاز الهضمي يعني هذي ابسط شي ممكن اقدر اوصف لك ايش هو بلوك نفسه في شي جسد بلوك معلوماته من اللي نظمه ايش الاهداف المطلوبة منك في نهايته اللي هي الوبجكتيفز انا رح اجيها ان شاء الله في نقطة اخر اتكلم معنا انا اه يعني هذي كلها المعلومات هذه موجودة في شي معين اسمه البوكليت او البلوك بوكليت هذي فيها مثل ما قلت انا ملع الورجنيزر المنظم البلوك اه فيها الكوتب اللي تفيدك اثناء هذا البلوك الاهداف اللي متوقع منك انك تصير عارفها في نهايت هذا البلوك اه التيم اللي مدير هذا البلوك اه في معلومات كثيرة موجودة في البوكليت هذي اه طبعا نرجع لسالفة الاختبار اخذت مئة يعني اللي هي المئة الدرجة هذي الفول اللي هي اي بلس ان شاء الله كلكم ان شاء الله اي بلس في مواد تطلع عن هذه الدرجة يعني اثناء قلنا حناء ان شاء الله اول سنة فيها خمس بلوكات اه اثناء دراستك لهذه الخمس بلوكات في مواد تمشي معها يعني على مدى العام مثل ما قال زميلي ركان حدا النقاط مثلا تدرس ان مثلا اول بلوك بسر اول ميديو بعض الناس تتميه وبعد كده المان عنده بعض الناس تتميه المان بس كده ان تدرس وبرضو تمشي مع المواد الاخرى مثل المهارات الكلينيكية او المهارات العملية بعض الناس تتميه كلينيكا سكيلز وتمشي معها السلام اللي هي الدراسات الاسلامية واذا عارب ما ادل اذا فيه في الترمة الاول بالنسبة له من نظام الترامل المواد هذي لكن احنا نظامنا سنوي مثل سبقه ان احنا قلنا بعدد لكم بس بلوكات اللي تتخذونا بأول سنة بشكل سريع في اول بلوك ميديكال ادوكيشن المان اللي هو البلوك الثاني هو المان عند اسم طويلة الاسم ترى يقرى نقوله المان بس بلوك ال growth and development في بلوك الرابع اللي هو بلوك principles of diseases صراحة يقرى الاسم اخر بلوك اهم بلوك امتع بلوك صراحة انا اعتبره كله اناتومي اللي هو بلوك امتع بلوك امتع بلوك طبعا هذا اللي كان عندي بسالفة بلوكات يعني بشكل سريع طبعا الجامعة راح تتعمق معكم شوي ببلوك يعني انا حبيت اجيب لكم النبذة عنه عشان توصل لكم السالفة بسريع توفيك شباب اتمنى انكم تكون استمتعتوا بهذا المقطع او بهذا الفقرة اذا في اي استفسار اي سؤال احنا نرحب فيه في ارقامنا ارقام جوالاتنا واضحة الان امامكم في ميلاتنا حياكم الله بي وقت في اي نقطة مفاهمتها اي سؤال ترى شباب احنا حياكم الله واللي حابي تفرج على اي فقرة اخرى او اي نقطة اخرى كل المقاطع ليه لينكات خاصة موجودة تحت في ديسكريبشن وحياك الله في اي وقت وتوفيك شمال